أهلا بحضراتكم مرة تانية بداية بنجدد العزاء لإخواتنا في فلسطين وفي قطاع غزة الواقعة تحت قصف عنيف ومتواصل إرهابي بحق من قوات الاحتلال الصهيونية اللي لا تمر ساعة إلا ونحن بنشهد استشهاد العشرات سواء من الرجال أو النساء أو الأطفال في حرب إبادة حقيقية وقعة وقت صموت أو صمت وسكوت العالم كله في الأراضي الفلسطينية المحتلة البنا معاكم والنصر بإذن الله قريب قريب وده إن شاء الله هنحتفل به قريبا كما وعد الله سبحانه وتعالى وعلى ذكر النقطة دي صعب جدا الكلام عن أي قضية أو أي حاجة وبيبدو الأمر أنه تافه جدا أي أمر في الحياة دلوقتي في ظل اللي بيحصل في فلسطين الكلام عن الكورة الكلام عن الإنجازات الكلام عن المؤتمرات الكلام عن أي حاجة في الحياة بتبدو تافهة جدا قدام هذا المشهد الإنساني المروع اللي بيحدث في قطاع غزة وسط صمت العالم كله بل ووسط كذب العالم كله لكن بما إننا برنامج رياضي فبما إنه الاستقرار النفسي أو محاولة إنك تعمل اتزان نفسي في وسط الأخبار المرعبة المروعة والمشاهد المرهقة جدا نفسيا اللي بنشوفها احنا بنعتبر إن الساعتين دول لللي حابب إنه هو يفصل نتكلم عن الكورة مش معناها أبدا إنه إن إحنا نسين مش معناها أبدا إن إحنا مش مركزين مش معناها أبدا إن إحنا حتى بنتناسى ومعناها إن إنت في وسط يوم كل التعرض فيه لهذه المشاهد ساعتين ممكن تكون عايز تفصل فيهم أبدا لا يقلل من اللي بيحصل ولا يقلل من اهتمامنا الإنساني بما يحدث لكن ممكن تكون بتبقى محتاج إنت كمان في اليوم إنك تتكلم في حاجة بعيدة شوية عندها عشان تعرف تواصل المتابعة والدعاء والنصر إن شاء الله قريب